مبادرة 100 مليون شجرة 6600 فدان 9900 موقع تشجير الطرق السريعة مبادرة تتحضر للأخضر بنتور جننت الحدائق المنتزى إشعاعات رهيبة تهد جبال ما سمعناش ما صدقناش في واحد تأثر وبعدين الماية كدبت الغطس وطالع ما فيش أي حاجة وفي المريلندا نفس الحكاية إيه بقى الحكاية؟ كل ده بقوله ليه طبعا إحنا كلنا سمعنا وقارفنا إن فيه مشروع لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة جننت الحيوانات يا جماعة اللي في الجيزة دي جزء من وجدان كل المصريين كل الأطفال رحوها مع أهليهم كل الأطفال ركبة الفيل كل الأطفال أكلوا الأرود كل الأطفال شافت الحصفير لا زرق ولا أخضر ولا أصفر ده حدث مهم كلنا شوفنا الزرافة كل الرحلات المدرسية في حقبة معينة كانت بتودي الأطفال جننت الحيوانات اللي في الجيزة يوم شم النسيم حدث ولا حرج يوم العيد المصريين بيحبوا الجنينة فلما يتقال حنطور الجنينة واخدوا بالكوا دي مش أي جنينة دي جنينة أمر بإنشاءها الخديوي إسماعيل وفتتحت سنة 1891 ده من زمان قوي 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 لما يقولوا حنطور حديقة الحيوان الدولة المصرية تقول حنطور الحديقة يبقى حدث مهم قوي بالنسبة للمصريين اللي بيروحوا غاية دلوقتي الجنينة وما بيعجبهمش حالة لأن احنا عندنا طموح كبير إنه الجنينة تبقى بتتطور وتتوضب وتترتب زي ما كل حاجة بتحصل في مصر الدولة المصرية الجمهورية الجديدة بتشيل التراب عن كنوز مصر طب يسيبونا في حالنا ويسيبونا ننبسط وإن الجنينة هتتطور طبعا لا فجأة السوشيال ميديا وأنا هخلص موضوع الجنينة ده بسرعة واركز سويا مع السوشيال ميديا فجأة السوشيال ميديا وعلى المواقع إشاعات وأخبار ده إيه بقى هيكسروا الأشجار الندرة الأشجار اللي بقالها سنين وسنين وسنين وعقود ودي جاية من بلد إيه ودي مستوردة منين ودي جبناها من أفريقيا ودي جبناها من الهند فجأة كل ده حيجرف في مشروع التطوير وبدل ما نبقى بنسمع الخبر وإحنا مبسوطين وإحنا سعدة لا يبقى متنكد علينا أو قصدين ينكدوا علينا ونحط إيدنا على قلبنا ويقول يا تارك جنينة حبوز طبعاً المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقال لهم إيه يا جماعة موضوع التجريف بتاع الأشجار الندرة ده فيه الكلام ده صحيح طبعاً وزارة الزراعة قالوا له ما فيش أي كلام من ده ولا فيه أي محدش يهوب من الأشجار دي إحنا هنطور الجنينة آه لكن محدش هيقرب من الأشجار حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بيها أو قطع أي من النباتات والأشجار الندرة المتواجدة بها ده كلام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أيوة هنطور الجنينة أيوة هنزبطها أيوة هنستعيد طبيعها التراثي لأنها منشأة قديمة أنشأت بأمر ملخديوي إسماعيل هنخلي الناس تروح وهي أسعد ولكن إيه يا جماعة موضوع هنجرف الأشجار والنباتات الندرة والموتها برضو هقول تاني مين صدق واحد أو اتنين أو تلاتة أو عشرة وتأثروا وزعلوا وبدل ما يبقى عندهم حماس وفرحة بتطوير حديقة الحيوان الأسرية العظيمة في مصر يبقى حطين إيدهم على ألبوم أنا حكت من الميكريفون بقي إني هيحط إيدهم على ألبوم ويقولوا يا رب الجنينة مطبصة يا جماعة ما احنا شفنا ما احنا شفنا المنتزى وكل اللي قالوه والأيام أثبتت حاجة تاني وشفنا الميريلاند وقعدوا برضو عملولنا دوشة وهيسة وهري وإشعات وأكاذيب وطلع حاجة تانية والأفلام كانت قصات حضراتكم بدام شفنا مرة واثنين وتلاتة ودي بقى الجمهورية الجديدة في مصر الجمهورية الجديدة في مصر اللي بتوعيتكم ولا بتقول بتحط حجر أساس ولا بتقول إن شاء الله هنفتتح مشروع ويحينا ويحيكوا ربنا لأ أهو قالوا الجمل بيطلع النخلة قالوا أدي الجمل وأدي النخلة أدي التطوير وأدي المنتزى أدي التطوير وأدي الميريلاند ومكان الإشعات والأكاذيب ما بيبطلش سمعوا الجنينة دي بقى بالذات يعني زي ما أنا قلت كده هي جزء من وجدان كل المصريين أنا كان بيت أهلي بيت أهل أمي جدتي كان في شارع يطل على حديقة الحيوات أنا حفظة جزيرة الشاي وحفظة جبلية الغزلان والشجر شجرة شجرة وعرفة الأشجار دي إيه وكناش بنروح الجنينة زي المصريين ما بيروحوا في الأعياد والمناسبات لا لا لما كانوا يحبوا يهشونا من البيت كانوا ينزلونا نروح الجنينة والساعة اتنين نروح يكونوا خلصوا تنظيف والغدا جهز هذه الجنينة جزء من وجدان المصريين وأنا كون لي ثقة أنا الدولة المصرية الجمهورية الجديدة هتطور الجنينة بما يحافظ على قيمتها الأثرية الحضارية التاريخية باعتبارها من أقدم أو الأقدم من جناين حدائق الحيوان فأفريقيا في العالم هي أمر مهم ما تسلموش وإدنكم لأكاذيب وشائعات السوشيال ميديا لأنهم بيبقوا بدل ما يسيبوكوا تفرحوا بإنجازاتكم بيبقوا عايزين ينكدوا عليكم عايزين يديقوكوا عايزين يفقدوك الثقة في روحكم مش في الدولة لأن اللي حيطور الحديقة وزارة الزراعة والمهندسين اللي هم مسؤولين على الحديقة دي من هم عايزين يخليكوا تفقدوا السوكة في روحكم بدل ما تقولوا إحنا فعلاً همطور تقولوا لا إحنا بنعرفش والدنيا حتبوز وحتمش صحيح وتاني بقول والمية تكدب الغطاس وشفناها كدبت مرة واثنين وثلاثة جنينة الحيوانات حتتطور حديقة الحيوانة الجيزة حتتطور حيحافظوا على نباتتها وأشجارها الندرة حيخلوها مكان يليق بيكوا يا مصريين نروح في العيد وفي شم النسيم وأولادنا يروحوا يتفرجوا عليها والرحلات المدرسية ترجع لها وتبقى حاجة تساعدنا كلنا